ازاي اكم عاملين اي رابط كنو بخير والتاني مرة هجرب معاكم اكبر حواوشي في مصر تعليقات كتير كتير كتبت لي الجراب الحواوشي بالشاورمة انتي زلمتيه هو طعمه حلو جدا فانا جبت التاني مرة بس جبت حواوشي بالشاورمة وخلاص بقى احنا شوفنا حجمه احنا مش هنتصدم من حجمه بس هم شكلوهم شافوا الفيديو بتاعي اللي وبتاع المرة فاتت وانا بقول ب37 جنيه ونص فقاموا غلو خلوه باربعين جنيه وخمسة جنيه ونص خدمة يعني رغيف بقى بستة واربعين جنيه ونص ايه ده لا الحواوشي رغيف المراضي بصه هو صغير بس مليان يعني بصه طبقة طبقة لحمة وطبقة شاورمة الشاورمة هي تحت فالمراضي يعني رغيف ممكن لستة واربعين جنيه ونص لحمة وزي ما قلنا قبل كده ما علينا من سار المهم الطعم نشوف بقى ونشوف الحواوشي هو الزيت هنا كتير ليه كده ما علينا مهم الطعم ندوق بقى بسم الله هو المكسة طعمه غريب بس حل يعني انا عجبني الشاورمة مع الحواوشي وعايز اقول لكم من طعم الشاورمة نغطي اصلا على الحواوشي يعني انا اركز اوي اه فيه حواوشي فيه طعم اللحمة بتاعت الحواوشي لكن اكتر حاجة باين طعم الشاورمة هو مزيت اوي 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 يعني وانا باكل الزيت بيطلع منه وحتى باين هو على الورقة بتاعته ان هو مليان زيت بس الطعم جديد والعيش الحواوشي مع الشاورمة عجبني اه وعايز اقول لكم ان اللحمة كتيرة اوي اوي يعني دلوات هتقولوني انت ولا عاجبك كده ولا كده بس اللحمة فعلا في الغيف كتيرة جدا بشكل يخض يعني بس انا زي ما قلت لكم هي المشكلة معاه الوحيدة ان هو مزيت اوي يعني ايدي مجرد ما نمسكه كده وحتى العلبة فيه زيت يعني هي دي مشكلة معاه اه ولكن طعمه فعلا حلو زي ما كتبتولي في التعليقات